أستاذ طارق ويعني شغل كتير قوي منصوب من مجلس وكان كل واحد له دور يعني كان الجيش والشرطة اليوم دور وزي ما أستاذ علاء قال إن ده دوره دلوقتي مجلس النواب هو ده جيده دوره دلوقتي في تفايل بقى القوانين في النواب فيه شغل كتير جدا في التعليم في الصحة في مع المرأة فيه حاجات كتير جدا يمكن بعد 30 يونيو كنت أقول دايما لزميلي إنه أحسن حاجة إن الإخوان حكموا لأن الإخوان جمعونا تاني كفصائل ومؤسسات وغيره كل مؤسسات المصرية محتاجة تطوير ومحتاجة يعني تطويرها بس وأنا حتى بتكلم عن الشرطة المصرية محتاجة أشوفها الشرطة عايزة إيه عشان تطور نفسها تكنولوجيا كمان عشان تقدر تواجه الحرب الدروس اللي شغالة دلوقتي وإنه لازم نتفهم إنه لبعض الممارسات اللي بتحصل هي ممارسات فردية محتاجة معالجة ماه والمعالجة دي منها اللي قال عليها رئيس الجمهورية وهي الحصول على بعض الدورات المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الأمور اللي ممكن نعالج بيها عشان نتفادى مثل هذه الممارسات الحاجة التانية إنه وإحنا شوفنا البنة تقطع يعني على أهالي شهداء الشرطة في الاحتفالية اللي كانت موجودة وإزاين فيه أب فقط أكتر من ابن أبناء والتضحيات اللي بيوم لحظة بأي تهديد ممكن يتعرض لي موجودين في الشارع وإحنا عندنا ضريبة دم بتتدفع يعني يعني البعض ممكن يكونوا هدف سهل نعم يعني بتكلم إنه فيه ضريبة دم يوميا بتتدفع من الشرطة أو من الجيش وضريبة الدم دي يعني يعني فوق رأسنا وفي قلوبنا وبنقدرها إلى أبعد الحدود وطبعا يعني بالنسبة لنا شهداء الوطن بشكل عام والاستشهده في 25 نار أو من بعد 30 يونيو يعني كلهم ضحوا عشان مصر فعلا تشوف نور تاني مرة أخر يمكن لسؤال حضرتك في فكرة دور بقى مجلس النواب يعني زي ما قلت إن كان الجيش له دوره وأيام الصورة والشرطة أيضا دلوقتي يجي دوركو خلاص يعني إحنا الشعب قمنا بصورتين وخلاص فده دوركو يعني زي ما تفضل المتصل الكريم بأنه فعلا دور مجلس النواب يعني كبير دلوقتي في فكرة مكافحة الفساد إزاي يكون عندنا تشريعات قادرة على مكافحة الفساد بشكل أكبر وأوسع إزاي تكون أداء الأجهزة الرقبية المجلس داعم لها وقدر على أيضا تدعمها في مواجهة الفساد لأنه الفساد إحنا بنعالج فساد 3 عقود من الزمان 30 سنة ودي فترة طويلة جدا استشرى فيها الفساد وتضخم وأصبح شارس وزي ما تفضل دكتور أحمد دراج أنه بعد 30 يونيو أوحي للبعض أنه مصر منشغلة بمواجهة الإرهاب وهو بيطل من جديد ويظن أن من الممكن أن يعود الفساد مرة أخرى لا يعني الفساد هيواجه وهيواجه بحسم ويمكن برضو قانون الخدمة المدنية اللي كان يعني مسبب حالة من الجدل للفترة اللي فاتت ويمكن هذا القانون بالنسبة لي هذا القانون قانون إصلاحي وكان قانون جيد كان يحتاج بعض التعديلات في بعض مواده بالذات في سلطة الرئيسة على مرؤوسين أنا يعني كنت أتمنى أن البرلمان يلجأ لفكرة وجود لجنة لتعديله وإقراره لكن بشكل عام برضو البرلمان لأن هذا القانون كان له سمعة سلبية في الشارع ولم تقوم الحكومة بواجبها في الترويج له كما يجب وفي يعني إقناع الفئات اللي بيطولها هذا القانون بشكل أو بآخر أو تطورها حتى وفق اللي كان بالناسبة تتكلم فيها لنت قبل جدل كتير قوي لن لسه الفترة اللي جاء في جدل كتير كان المفروض الحكومة تقوم بدورها في تطوير هذا القانون وفق المواد اللي البرلمان جاءوا وتكلم فيها البرلمان يمكن أكتر لأنه أتى بإرادة شعبية فهو عايز يعبر عن الإرادة الشعبية وهو كان تحت ضغط هذه الإرادة الشعبية لكن بشكل عام قالوا الخدمة المدنية أو غيره أعتقد دور البرلمان في الفترة المقبلة إقرار قوانين إصلاحية يعني قادرة على مكافحة الفساد ومواجهته بشكل حاسم عشان دي أعتقد معركتنا اللي بالتوازي موجودة مع معركة الإرهاد شكرا